الجزء اللي حضرك ذكرته عن الصمر الصمر المسيح تكلم عن ده وهو بيتكلم عن ده حذرنا من الأنبياء الكذبة واتكلم منه من ثبار هم تعرفونه ما اللي يشتنونه من الشوكع من الشوكعين بقى أو من الحسكتين فهنا بيتكلم عن مجموعة مش ناس أشرار لكن ناس ادعوا أنهم أبرار لأنه هنا بيقول الناس دور هيجوا يقولوا المسيح إيه أليس بإسمك تنبأنا بإسمك أخرجنا شواطين بإسمك صنعنا قوات حين أذن أصرح لا أعرف اذهبوا عني يا جميع فعيل إسم لا أعرفكم فهنا بيتكلم عن ناس خدت شكل الأنبياء الحقيقيين أو المعلمين الحقيقيين لكنهم في الأصل الأنبياء كذبة فهنا الثمار إيه هي السمار اللي أنا أقدر أقول أن النبي ده فعلا نبي حقيقي لله الكتاب المقدس وضع نموذج رائع لثمرة رائعة أتمنى أن كلنا وأنا بصلي أني أقدر أقدر أنفس دي مرات كتيرة جسيس نظار أنا مش عايزة أقول المكانة مش عايزة أقول المنصب أو المكانة لأن الخدمة ما فيهاش منصب ولا مكانة لأن مرات إحنا بناخد الخدمة كمناصب أو مكانة معينة ومرات إن الناس لو إحنا سمحنا للشعب إن يدينا المكانة دي أو المنصب ده إحنا بنبعد عن روح الخدمة الحقيقية لأن المسيح حذر من ده في متى عشرين لما أم ابني زبدي جات وجلت له قل أن يجلس ابني هدان الواحد عن اليمين والآخر عن يصار في ملكوتك على فكرة المسيح ما يجاوبش على أم ابني زبدي وجه كلامه ليعقوب يحنى مباشرة كأنه عايز يقول ده ما له علاقة بالملكوت ده ما له علاقة بالخدمة فعشان كده ابتدى يوجه ليعقوب عن هل تستطيع أن تتحمل الألم هل تستطيعان أن تحمل الألم هل تستطيعان أن تشرب الكأس التي أشربها وأن تستبغى بالصبغة التي أستبغى بها أنا فقلوا أن أستطيع لأما كأسي فتشربها أنا هو الصبغة التي أستبغ بها أنا تستبغان أما الجلوس عن اليمين أو اليسار ليس لي أن أعطيه لأحد وابتدى يوجههم لأن التلاميذ ابتدوا يشوفوا فكرة الغيرة وده حاجة بشرية العشرة اغتازه فوجه المسيح الرسالة الحقيقية ورؤساء الأمم يسدونهم وعلى فكرة التنميز دول يهود كلمة الأمم دي كلمة صعبة يعني احنا بنا اخدها كده لان احنا أمم بس احنا بجينا أولاد الله رؤساء الأمم يعني عايزوا يقولهم عارفين يعني ايه ده رؤساء الأمم يعني الناس اللي بعيد عن الله الناس الأشرار يسدونهم والعظماء يتسلطون عليهم أما أنتم فلا يكن فيكم هكذا بل من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما وابتدأ يحط نفسه كمثال وهنا بنشوف بجا النابل حقيقي كمال النبوة شخص ربا يسوع المسيح يضع نفسه مثال للخادم فهنا ثمرة من الثمار أي نوع من التكبر أي نوع من الفكر أن أنا عندي منصب ولا مكانة ولا أنا مشهور ولا مش مشهور ده فكر بعيد كل البعد عن الكتاب إحنا مدعوين أن إحنا نخدم بمعنى كلمة خدمة فالمسيح جاء كخادم والخدمة خلته يبزل نفسه وهو المسيح نفسه ابتدى يفرق بين ثلاث أنواع من القادة الأجير والصارق واللس والراعي الصالح الصارق ده معروف واضح لا يأتي إلا اليسرق أنا بالنسبة لي أسوأهم الأجير لأنه في وقت الخطر بعد ما انتفع من القطيع يرزق بمقبلا ويحرب ما مجاش خادم أما الراعي الصالح فيبزل نفسه عن الخراف فأنا بقول أني ثمار كتير الكتاب المقادس تتكلم عن ثمر الروح وتكلم عن حاجات كتيرة لكن أنا بشوف أني مرات كتيرة بننسى من كتر ما إحنا حوالينا الناس ومن كتر الناس الناس بيقدرونا إحنا مرات كتيرة بننسى إن إحنا خدام جايين عشان نخدم لأن فكرة إن أنا أخدم دي مكانة عظيمة جدا جدا لما نوصل لها نبقى إحنا نتمثل بالرب يسوع المسيح فده واحدة من السمار عشان كده النبي أو الخادم لا يتصلت لكنه يخدم ودي واحدة من السمار ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر